موسيقى وهي في وقتها المناسب يعني وكان المفروض يتكون من قبل كده بالنسبة للزيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب على سبيل المثال وليس الحصر ده وقت مناسب جدا جدا للمرأة بعد أن تبتلت وجودها في المجالات المختلفة تدلات الدستورية دي لأنها بتنس أمن البلد بحالها وفيها استقال البلد وفيها تعديلات كتية بالنسبة للنواب الرئيس وبالنسبة للفوتة بتاع المرأة فده حيقود على المنطقة بالاستقرار كلها وهتبقى المنطقة في أمن وآمن إن شاء الله يعني بالنسبة لعودة مجلس الشورى ده يعني بديرة كويسة وهتوسع يعني دائرة العمل النيابي وعلى أساس يبقى فيه قوانين مقننة ومدروسة بنوافق على زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب وفي مجلس الشورى والشباب طبعاً ده الشباب ده هو عماد المستقبل لازم يكون المجلس فيه نسبة كبيرة سواء مجلس النواب أو مجلس الشورى أو مجلس الشيوخ يكون فيه نسبة كبيرة من الشباب بنوافق برضه على وجود مجلس الشيوخ اللي هو مجلس الشورى لأن ده ساعتك مجلس الحكماء ده ساعتك بتوضع القوانين ودي ناس مثقافة ناس حكماء بيعرفوا فعلاً القوانين ومصادرها ويعرفوا إزاي يطبقوا يعني ياريت عودة مجلس الشورى من جديد وياريت كمان زال التمثيل للأعمال والفلاحين بصورة أكبر من الموجودة حالياً دلوقتي وبالنسبة للشباب الشباب طبعاً إحنا يعني ياريت دورهم بأكبر من كده وطبعاً فيه دور فعال الوقتي ملموس بس إحنا نتمنى نزاد الدور دوت في 2019 إن شاء الله وعودة مجلس الشورى واستقرال القضاء اللي هي تطرح على الشعب إن شاء الله لأنها كلها فيها خدمة للوطن يعني للشعب والاستقرار تعداد بالنسبة لزيادة عدد الشباب موفين عليها المرأة سعتك برضو إحنا موفين على لأن المرأة كان لها قبل كده كوتا المرأة كان لها نسبة كبيرة والمرأة نصف المجتمع يعني إحنا موفين برضو طبعاً وافق على عدد تمثيل المرأة وزيادة مقعدة في البرلمان عشان طبعاً هي نصف المجتمع وافق على زيادة عدد الشباب وافق على زيادة عدد المرأة وافق على استحداث مجلس الشيوخ المترجم للقناة